موسيقى النشرة الاقتصادية من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم والبداية بابرزي العنوين موسيقى السعودية تكشف عن العمل على اتفاق جديد لتحالف اوفاك بلاس وترفض رفع الانتاج في غياب الطلب رغم تزايد الضغوطة الامريكية موسيقى هولندا تفسغ من جانب واحد عقد الغاز مع روسيا والمانيا لا تستبعد حضر النفط الروسي دون المجر وبرلين تبحث عن امدادات اضافية في افريقيا موسيقى دايبوس يطلق الحيادة السياسي وروسيا تغيب لاول مرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي وزيلنسكي يدعو لفرض حصار اقتصادي شامل على موسكو موسيقى وواشنطن تطلق تحالفا جديدا لخنق الصين اقتصاديا ثلاثة عشر دولة من اسيا والمحيط الهادئ تتحد لمناقشة ثان اقتصاديات العالم موسيقى أهلنا بكم الى التفاصيل في المستهل كشف وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان عن محادثات داخل تحالف اوباك بلاس لتوصل الى اتفاق جديد بشأن الانتاج بن سلمان وفي تصريحات ادلى بها لصحيفة فينيشل تايمز البريطانية اكد ان الرياض تأمل في التوصل الى اتفاق جديد بشأن الانتاج مع اوباك بلاس التي تضم روسيا قبل ان يوضح انه من السابق لاوانه محاولة تحديد طبيعة وتفاصيل الاتفاق الجديد الرياض تأمل في التوصل الى اتفاق جديد بشأن الانتاج مع اوباك بلاس التي تضم روسيا من السابق لاوانه تحديد شكل الاتفاق الجديد بشأن الانتاج بالنظر الى حالة عدم اليقين في السوق اوباك بلاس ستزيد الانتاج اذا كان الطلب موجودا مع الفوضى التي نراها الان من السابق لاوانه محاولة تحديد اتفاق ولكن ما نعرفه هو ان ما نجحن في تقديمه كاف للناس ليقولوا حتى الان ان هناك ميزة وهناك قيمة لوجود التحالف والعمل معا وزير الطاقة السعودي جدد دعوته ابعاد تحالف اوباك بلاس عن السياسة بوصفه تكتل ضروري لاجراء ما وصفه تعديلات منظمة على السوق النفطية مستقبلا وسط حالة من عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي ينبغي ابعاد السياسة عن اوباك بلاس التحالف سيكون ضروريا لاجراء تعديلات منظمة في المستقبل وسط حالة من عدم اليقين بشأن عمليات الاغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين والنمو العالمي وسلاسل التوريد بن سلمان القلوم في ارتفاع اسعار البنزين على نقص الطاقة التكريرية العالمية والضرائب التي افقدت العالم اربعة ملايين برميل من طاقة التكرير في اقل من ثلاث سنوات ان محدد السوق هو طاقة المصفات التكريرية على الاقل خلال السنوات الثلاثة الماضية فقد العالم باسره اربعة ملايين برميل من طاقة التكرير منها اثنان فاصل سبع مليون برميل منذ بداية كوفيد تسعة عشر هذا ودع الرئيس الامريكي جو بايدن منظمة البلدان المصدرة للبيترول اوباك ضخ المزيد من المعروض النفطي لمواجهة موجة التضخم التي تعصف ببلاده بايدن وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميدو كيشيدا اكد ان زيادة انتاج الخام في الاسواق من طرف الكارتل النفطي حيوي لاحتوائه موجة التضخم العالمية وارتفاع اسعار الطاقة عالميا ارتفعت اسعار النفط في مستهل تعاملات الاسبوع الاثنين وسط تراجع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي سعدت العقود الاجلة لخام برانت القياسي العالمي تسليم جويليا المقبل باكثر من واحد في المئة لتتجاوز مئة وثلاثة عشر دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الاجلة للخام الامريكي تسليم جويليا القادم بازيادة من واحد في المئة لتصل الى مئة وآحد عشر دولار للبرميل في شأن طاقوي اخر قررت بولندا من جانب واحد فسخ اتفاقية توريد الغاز من روسيا الموقعة عام ثلاثة وتسعين من القرن الماضي وأكد مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة بيتر نايمايسكي الاثنين أن بلاده تعتبر العلاقات في صناعة الغاز مع روسيا لم تعد قائمة في الثالث عشر ماي تبنت حكومة ماتيوز مورافيتسكي قرارا بفسخ اتفاقية الغاز بين حكومة بولندا وحكومة روسيا الحديث يتعلق بالاتفاقية التي وقعت العام ثلاثة وتسعين تسعمائة والفا بعد ثلاثين عاما يمكن القول إن العلاقات في صناعة الغاز بين بولندا وروسيا لم تعد قائمة أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن ألمانيا ستكون مساعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تنفيذ الاتحاد الأوروبي قرار حضر النفط الروسي هابيك وفي تدخله خلال أشغال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس أكد أن بارلين ستدعم الخطوة دون المجر في حال أقدمت 26 دولة العضوة على الإجراء فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي في مساعهم للضغط على المجر من أجل تخلي عن رفضها حضرا نفطيا مقترحا على روسيا إذا قال رئيس المفوضية إن 26 دولة ستفعل ذلك من دون المجر فهذا مسار سأدعمه دائما لم أسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبي لكن سنفعل إذا طلب منا ذلك دون تردد حتى لا نجعل كتلة رهينة دولة عضو واحدة أعلن المستشار الألماني أولف شولز عن شروع بلاده في محادثات مع السينغال بشأن استخراج الغاز والغاز الطبيعي المسال قال شولز في مؤتمر صحفي مع رئيس سينغالي ماكيسال إن بلاده مهتمة بمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة السينغالية دون ذكر تفاصيل أخرى تأتي تلك التصريحات خلال أول زيارة يجرها شولز إلى إفريقيا على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء السينغال تتوسع بسرعة من حيث الطاقة المتجددة زرت محطة دياس للطاقة الشمسية الكهروضوئية إنها تقدم مساهمة قيمة في إمدادات الطاقة الصديقة للمناخ وسنواصل دعم السينغال في هذا الصدد في إطار مجموعة الدول السابع وبالطبع أيضا في إطار شركة المناخ يركز تعاوننا على تعزيز الطاقة المتجددة وقبل كل شيء على تكنولوجيات الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة وتدريب المهني المستشار الألماني وعد بمواصلة العمل لضمن تدفق صادرات الحبوب الأوكرانية للأسواق للتخفيف من حدة أزمة شح إمدادة الغذاء على الفئات الهشة في إفريقيا سنواصل العمل بنشاط لضمن استمرار تدفق صادرات الحبوب من أوكرانيا وتوفير الأسمدة اللازمة نناقش الأمر حاليا بشكل مكثف للغاية هناك خطر كبير من أن تواجه العديد من البلدان صعوبات في إطعام سكانها حذر قبراء في الأمن الغذائي لمجلس الأمن الدولي من أخطار المجاعة على الاستقرار السياسي في العالم وسط النقص الحاصل في مخزونة القمح العالمية وارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق أبلغت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أغرو أنتليجنس العالمية المتخصصة في الأمن الغذائي صالة منكر بأن العالم لديه مخزونات من القمح تكفيه فقط لمدة عشرة أسابيع ما يعني أن الأمن الغذائي في العالم بلغ مرحلة حارجة لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في العام الفين وثمانية من جانبه أكد المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة ديفيد بريسلي أن نقص الغذاء وارتفاع أسعاره يهددان بمجاعة في العالم واضطرابات سياسية حيث أن نحو 47 مليون جائع تمت إضافتهم هذا العام إلى عدد الذين تعانون من المجاعة البالغ عددهم 276 مليون جائع عبر العالم هذا وتخيم تداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على فعاليات المنتدى الاقتصادية العالمية التي انطلقت الاثنين في الظل غياب روسيا لأول مرة عن المؤتمر الذي تحتضنه بلدة ديفوتس الجبلية السويسرية في أول تجمع مباشر بعد عامين من التوقف المرتبط بكوفي 19 جبل الألب على موعد جديد مع صناع القرار الاقتصادي في العالم عبر اجتماعات ديفوس موعد جاء هذه المرة بطعم خاص بعد أن خيمت الحرب في أوكرانيا على فعاليات الافتتاح لتكون روسيا الحاضر الغائب في تدخلات المشاركين يسعدنا أن نكون معا مرة أخرى شخصيا موضوع اجتماعنا سياسات الحكومات استراتيجية الشركات التاريخ عند نقطة التحول سنركز بشكل أساسي على أربع مجالات مختلفة أولا الحرب في أوكرانيا ويسعدني بشكل خاص أن أرحب بوفد قوي جدا من أوكرانيا روسيا التي أحدث غيابها فراغا كبيرا يمكن ملاحظته في أدق تفاصيل الموعد الاقتصادي كيف لا وهي التي كانت تلعب دورا بارزا في جدول الأعمال فسخاء موسكو لدافوس تجاوز نصف مليون دولار سنويا احتل خلالها كبار رجال الأعمال الروس ثالث أفضل ثمثيل من حيث عدد المليارديرات هذه الحرب نقطة تحول في التاريخ وستعيد تشكيل مشهدنا السياسي والاقتصادي في السنوات القادمة غياب روسيا عن اجتماعات الموعد الاقتصادي الأهم في العالم جعل كل الأنظار موجهة إلى سويسرا المعهودة بحيادها سويسرا التي تدير المال والأعمال دون أن تنخرط في أي التزامات عسكرية أو حسابات سياسية هي اليوم تؤيد قرارا يحضر الوجود الروسي من فعاليات اجتماع دافوس لترسم بذلك سويسرا نقطة تحولا في سياستها ونهجها بالنسبة للكثيرين كانت العقد القليلة الماضية عقودا من الأمل أتمنى أن يستمر النظام الذي تم إنشاؤه بعد الحرب الباردة أولئك الذين اعتقدوا أن العوامل التي تسهم في النجاح الثابتة يتغضون بسهولة عن مخاطر تنامي القومية والجوع إلى السلطة والحماية ولكن فجأة تنهار الأسس التي بنيت عليه هذه الأعمال الملفت للنظر أن غياب روسيا في دافوس لم يقتصر على المسؤولين ورجال الأعمال فحتى أشهر سلسلة مطاعم روسيا في دافوس أغلقت أبوابها يفتتح دافوس فعالياته في صورة مغايرة تماما لما تعود العالم على رؤيته غابت روسيا وغاب معها حياد سويسرا وحتى التلوج غابت عن جبال الألب إذن وفي خبر هام أنهى الرئيس الجزائرية سيد عبد المجيد تبون مهام محافظي بنك الجزائر السيد رستم فاضلي وعين خلفه صالح الدين صالح الدين طالب محافظا جديدا للبنك المركزي أعيد أنهى رئيس الجزائرية عبد المجيد تبون مهام محافظي بنك الجزائر السيد رستم فاضلي وعين صالح الدين طالب محافظا جديدا للبنك خلفا له ومن منبر المنتدى الاقتصادي العالمي دعا الرئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي المجتمع الدولي لفرض ما أسمى حصار اقتصادي شامل على روسيا زيلنسكي وفي كلمة خلال مشاركته في منتدى ديفوس الاقتصادي عبر تقنية تحاضر المرأي وصف العقوبات الاقتصادية المفرضة على روسيا بغير الكافية مشددا على ضرورة الامتناع عن قامة علاقات تجارية مع موسكو ينبغي أن تفرض عقوبات قصوى حتى يتسنى لروسيا معرفة العواقب على الفور أعتقد أن مثل هذه العقوبات لم يتم فرضها لغاية الآن حضر النفط الروسي وحصار كامل للبنك الروسية دون استثناء في كل مكان حصار كامل لتكنولوجيا المعلومات الروسية ووقف كامل للتجارة رئيس الأوكراني قدر حاجة بلاده التمويلية بخمسة ملايير دولار شهريا في حين قدر حجم الخسائر بنحو نصف تريليون دولار أوكرانيا بحاجة إلى كل الأسلحة التي كانت تطلبها وليس فقط الأسلحة التي نحصل عليها ولهذا السبب أيضا تحتاج أوكرانيا إلى التمويل الحد لدنا هو خمسة مليارات دولار شهريا ونحن بحاجة إلى أموال لإعادة بناء أوكرانيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتقال روسيا إلى العملات الوطنية في التجارة مع البلدان الأخرى ساهم في ارتفاع سعر صرف الروبل بوتين خلال اجتماع عقده في مجتمع سوتي الاثنين مع نظيره البيلاروسي شدد على أن استخدام الروبل في التجارة بين موسكو ومنسك ساعد على تعزيز قوة الروبل الروسي متوقعا ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين على المدى المنظور انتقال روسيا إلى العملات الوطنية في التجارة مع البلدان الأخرى بما في ذلك بلاروسيا ساهم في ارتفاع سعر صرف الروبل استخدام الروبل في التجارة بين موسكو ومنسك ليس بالأمر الجديد إذن الطرفين يستخدمان العملات الوطنية في التجارة بينهما منذ فترة طويلة وبخصوص تأثير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو أكد بوتين أن الاقتصاد الروسي يقاوم بثبات رغم كل صعوبات الاقتصاد الروسي يقاوم بثبات رغم كل صعوبات بالطبع كل شيء ليس سهلا كل ما يحدث يتطلب اهتماما خاصا وجهودا من الكتلة الاقتصادية للحكومة وبشكل عام أود التأكيد على أن هذه الجهود لها تأثير إيجابي هذا وتواصل العملة الروسية صعودها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية لتسجل أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات وارتفع الروبل الروسي في تداولات الاثنين بنحو ثلاثة في المائة وجرى تداوله أمام الدولار دون مستوى تسعة وخمسين روبل واليورو عند اثنين وستين روبل ويأتي صعود العملة الروسية بعد أن كانت قد تراجعت في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية اتجاوزت مستوى مائة واربعين روبل لكل واحد دولار من جهته ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بدعم من تصريحة رئيسة المركزية الأوروبي كريستين لاغارد وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من واحد في المائة بعدما قفزت في وقت سابق لأعلى مستوى لها منذ السادس والعشرين من أبريل الماضي أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين عن إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ أشمل 13 دولة مبادرة تعاول عليها واشنطن لضمان القدرة التنافسية للأطراف المشاركة فيها كل الطرق والخيارات باتت مطروحة على طاولة البيت الأبيض لخنق الصين اقتصاديا فبعد سنوات من الحرب التجارية إبان عهد إدارة دونالد ترامب واشنطن تعلن عن تكتل جديد تحت مسمى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيط الهندي والهادئ إطار يضم 13 دولة تمثل 60% من النتيج المحلي الإجمالي العالمي مستقبل اقتصاد القرن الـ 21 سيكتب إلى حد كبير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقتنا التي تغطي نصف سكان العالم وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والدول الممثلة هنا اليوم وأولئك الذين سينضمون إلى هذا الإطار في المستقبل ينخرطون ضمن رؤية اقتصادية من شأنها أن تضمن تقدم الجميع اليابان ستشارك في الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادي من أجل الازدهار وتعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب ومع دول آسيا والشركاء الآخرين في المنطقة للمساعدة في إنشاء إطار العمل الجديد التحالف الجديد الذي تنظر إليه السين بعين الريبة سيكون مفتوحا أمام كل دول المنطقة الراغبة في الانضمام إليه شريطة الانخرط في أهداف التكتل حسب الرئيس الأمريكي وأريد أن أوضح أن إطار العمل سيكون مفتوحا للراغبين في الانضمام إليه مستقبلا شريطة أن ينخرطوا لتحقيق أهداف التكتل ولا يعد الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأضاء في أربع مجالة رئيسية هي الاقتصاد الرقمي سلسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفسد وقعت سلطانة عمان وإيران الاثنين على ثمان مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في مجالات عدة تشمل قطاعة النفط والغاز أفدت وكرة الأنباء العمانية أن مسقط وطهران وقعت على ثمان مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في مجالة النفط والغاز والنقل ودراسات الدبلوماسية والتدريب هذا أكد وزير الخارجية العماني بذر بن محمد البورسعيدي البوسعيدي عفواً وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستوقع مع الجانب الإيراني لاحقا إذن نذكر بهذا الخبر أنهى الرئيس الجزائرية سيد عبد المجيد تبون مهام محافظي بنك الجزائر سيد رستم فاضلي وعين صلاح الدين طالب محافظاً جديداً للبنك خلفاً له وعيد أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام محافظي بنك الجزائر سيد رستم فاضلي وعين صلاح الدين طالب محافظاً جديداً للبنك خلفاً له إذن قبل الختام تذكير أبرز ما جاء في النشرة من العنوين السعودية تكشف عن العمل على اتفاق جديد لتحالف أوباك بلاس وترفض رفع الإنتاج في غياب الطلب رغم تزايد الضغوطات الأمريكية أولندا تفسخ من جانب واحد عقد الغاز مع روسيا وألمانيا لا تستبعد حضر النفط الروسي دون المجر وبرلين تبحث عن إمدادات إضافية في إفريقيا ديفوس يطلق الحيادة السياسي روسيا تغيب لأول مرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي وزيلنسكي يدعو لفرض حصار اقتصادي شامل على موسكو واشنطن تطلق تحالفاً جديداً لخنق الصين اقتصادياً ثلاثة عشر دولة من آسيا والمحيط الهادئ تتحد لمنافسة تاني اقتصاديات العالم الى اللقاء اشتركوا في القناة